موضوع الدراسة والشهادة والغربة أوقدت فيك روح الشغف هذا للرحلات للتوجه إلى بعض الأماكن اللي ما نعرف إلا اسمها ما قد شفناها يعني أو بشكل أو بآخر شوف الموضوع هذا بدأ من من زمان عندي لكنه موضوع الدراسة والسفر ترى اخترانه شي جميل جدا لأنه وأنا دائما نصيحتي لجميع الشباب الصغار يعني دائما أقول لهم إذا تحب تروح تسافر برا خل سافرتك سافرة دراسية شهر لأي لغة كانت لأنك تعلم كل اللغة لأي لغة جواز مرور سهل داخل في وسط الشعوب الشي الثاني أنت عندك ويكنز وإجازة نهاية الأسبوع هذه أغلباً معاها ترتب فيها جولات سيحية فأنت لو تجمعت ويكنز على شهر كامل طلعتك أنت صح يعني الواحد يسافر كده بس عشان يتمشى إيه لأنه لو بيروح أسبوع إلى عشر أيام بيقضي له نفس السرر بيقضي شهر فهذه هي اللي بدت معي وستنسقتها في أكثر من دولة صراحة أنت درست اللغة الأسبانية صح ولله صحيح درستها بتعليم ذاتي؟ في البداية كانت شغف لأنها كانت تصنع الفرق في رحلاتنا وكانت يعني لما تحاكي الناس بلغتهم تراك التاصل إلى قلوبهم وتدخل وسط يعني بيوتهم تدخل وسط مجتمعاتهم ينبسطون فاللغة يعني الطريقة هذه يعني مثلا سألت معهم كيف تعلمت اللغة وتتكلم أسباني أو ليش فهم مرينين ويحبون السوالي ويحبون شعب قريب مننا فهذا خلاني أتعلمها أكثر ورجعت فعلا درستها لمدة شهر ونصف في كولومبيا ودرستها في الأمريكا لمدة شهر أنا أعتبر نفسي مبتدي إلى متوسط لكن أنا أعطيك حسي مثال الآن أندر مثلا السفير قلمعي السفير الصيني لما يكتب اللغة العربية في تويتر ولا يتكلم ولا أحد الأمريكان الموجودين في السعودية يتكلم بالغربية ولا أكلت الجريش ولا اليوم أنا لابسة البشت كتابها كتابها شافنا نمسط ونعلق ونغرد ولو كأوين تألمت وفهمت وصلنا وصلنا هو ترى مغرد جالسي بيته هو قدامي معي فلما تمارس اللغة هذه وتحاول تتعلمها تكتسبها وتتسولفها أصلا متابعينهم وخلف الشاشات في بيوتهم ينبسطون ليحسون أنفسهم جزء من هذا المجتمع الذي هو بعيد عنه يعني كنت تقولها اللغة هي من ثابت المفتاح إلى كثير من الثقافات صحيح صحيح وفادتك واجد وفادتك وسبب اللغة الإسبانية لأن أمريكا الوسطى واللاتينية 90% من دول تتكلم إسبانية تتكلم إسبانية فلذلك وجهتك وموصلتك خلاص تجد فقط لأمريكا الجنوبية يا بواتين أو أنت حطتها ضمن تراتبية معينة أو لأ فيه عندك مشاريع مستقبلية أنا زرت الستقارات كلها ما شاء الله الفترة الماضية توجه على أمريكا اللاتينية لأنه في عوام النجاح أنت تركز على حاجة مهمة تجد فيه حاجات كثيرة تساعدك في البروز يعني أعطيك هذه الممثال أنا رحت لدول كثيرة في عاسيا وافريقيا و أوروبا الفترة الأخيرة بحكم عملي و أموري في أمريكا و كذا أمريكا الجنوبية قريبة تمر شارع في منهات تنطل أمرك كل السفرات و قنصليات أرسلهم الإيميل و أجي طق الباب والله في سفارة اسمها قيانا أرسلتهم إيميل و جيتم و لقيتم مكاتبي ممنوع استقبال فأقلتهم أنا بروح لديلتكم و لقيت الشلال هذا جميل و حلو و مع الأمازون و كذا قالوا ادخلوا كذا بطريقة هذه و دخلت خلال نص ساعة و أعطني التأشيرة هذه دولة قيانا قيانا و ما وصلت لها يعني هي حدودية مع فنزولا و البرازيل هي من ضمن الدول التي أحب أن زورها و بالمناسبة قيانا هي مستعمرة بريطانية هولندية سابقا يتكلمون عن الإنجليزية يتكلمون عن الإنجليزية هي أمريكا اللاتينية نعم هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية يتكلمون عن الإنجليزية فأرجع بس لسؤالك و كذلك في نيويورك في سفرات كثيرة و قونصليات تقدر تطلع تأشيراتهم بشكل سلس و جميل تذاكر الطيران تقلع من نيويورك على قيانا بـ 300 دولار من أمريكا الشمالية لأمريكا الجنوية العودة الأخيرة أنني كنت في ساوباول و طالع من ساوباول إلى نيويورك تسع ساعات طيران بـ 400 دولار فعامل التكلفة أيضاً اقتصادية هذه نقطة لكن ما عليك من التكلفة الاقتصادية خلني أتكلم عن الحاجة التي تساعدني أنا كسائح أو كشخص ودي ينقل شيء جميل الوطنة أو في نفس الوقت يعرف الشعوب الثانية عن وطنة عوامل النجاح في أمريكا الجنوبية عوامل ممتازة جداً تساعد على أي شيء ممكن تسويه و يسهل لك أعطيك على سبيل مثال مثلاً ثقافة قريبة من ثقافتنا شعوب ما عندها أيدولوجية أو منصرية ما ننتقل؟ ما عوامل القرب هذه؟ يعني مثلاً العائلة شعوب مجتمعية شعوب مضيافة يعني مثلاً ما هي بشعوب فردية في قواسم مشتركة أيضاً في قواسم مشتركة في الثقافة العائلة تحسهم قريباً مثلنا العرب فهذه تسهل لك أمور كثيرة ثانياً هي شعوب ما عندها عنصرية ضدك بل أكس أنت وياها ضحايا العنصرية يعني حنا وياهم قواسم مشتركة يعني مثلاً يقول لك حنا نفكر أنكم أنتم العرب وكذا إرهابيين وكذا قلت نفس الفكرة اللي نفكر أنتم مجرمين وحق مخدرات الأخير فقال صحيح يعني هذه النظرة هذه موجودة عندهم؟ موجودة عندهم يعرفونا أن نفكر عنهم بنفس التفكير فهم يعرفون أننا وياهم ضحايا للعنصرية فلذلك ما عندهم عنصرية ضدنا